يسرا بعد عسر ثيمة انتخابات مبكرة صعد فيها العراق إلى سدة تتويج العملية بالأفضلية عن سابقاتها من حراك الديمقراطية الذي كان مأزوما فيما مضى العملية التي تبيعها ذهول عند الشيوخ صنعة السياسة الذين شارك بعضهم فيها وخسروا ما توقعوه أو ما جربوه من نجاحات على مر سنوات سابقة جاء وقعها إيجابيا عند المجتمع الدولي سيمة بما حققته من سلاسة في الإجراءات دون أن يمتزج فيها الاغتيال أو الحظر الشامل وما شابها من فوضى عرفت عن انتخابات العراق البرلمانية قبل 2021 وهو من عكس بصورة واقعية رسمية معلنة على لسان أعضاء مجلس الأمن الدولي الذي هنأ شعب العراق وحكومته بما أنجزه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في استحقاق تشرين موفيا بوعده ومنفذا لخطط وجه بها مفوضية الانتخابات التي لم تخذل هي الأخرى عملية صناعة الحدث التاريخي بجدارة وامتياز ومهنية عالية في إجراء الاقتراع وتنظيم المراقبة الدولية وإنجاز موصول لجهود بعثة الأمم المتحدة في العراق بإشرافها على عملية الانتخابات الكاظمي رسم للعالم صورة مختلفة عن تلك المحفورة في الأذهان بإحكام القبضة الأمنية ومنع العنف وسد طريق الثغرات التي تفتح للتخريب بابا أو تضرب جهود القائمين على حماية العملية بأكملها مجلس الأمن الذي وقف على تفاصيل العملية وما منحته للعراق والعراقيين أشاد بها سيما بجهود المفوضية ورئيس الحكومة في تعزيز مشاركة المرأة السياسية البوصلة اليوم مقرؤة بمفاهيم الدول العظمى والمجتمع الدولي على أنها تبشر بصناعة عراق جديد ثابت ومستقر وذي سيادة اشتركوا في القناة